السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر أوغسط 2020 أهم أخبار ألمانيا أصدقائي فلنبدأ على بركة الله في البداية الصحافة الألمانية تتكلم على الحالات الجديدة لكورونا في ضرف 24 ساعة سجلت في ألمانيا 1229 حالة يعني العدد زاد مجددا للارتفاع ويفوق الآن ألف حالة هذا الأمر أقلق شيئا ما السيد وزير الصحة السيد شبان قلق جدا من هذا الأمر وطالب مجددا من المواطنين الناس الذين يعيشون في ألمانيا بالالتزام بالتعليمات وأخذ هذا المرض بعين الاعتبار وقال بأن هناك أسباب كثيرة أدت إلى ارتفاع الحالات من بينها العائدين من الدول التي منتشر فيها مرض كورونا وأيضا بسبب الحفلات والتجمعات التي تحصل في ألمانيا الآن سوف أعطيكم العدد الكامل للحالات منذ أن ابتدأ هذا المرض وصلت الحالات في ألمانيا إلى 219763 حالة شفية من بينهم 198879 شخص وتوفية 9213 سوف نتكلم فقط بعجالة على إسبانيا ألمانيا أعلنت مناطق مجددة في إسبانيا بأنها مناطق موبوءة ومن يسافر إلى هذه المناطق ويرجع إلى ألمانيا سوف يجبر على الحجر الصحي أو عمل تست فحص بأنه لا يحمي الكورونا المناطق التي تم تسجيلها بأنها مناطق موبوءة وخطيرة في إسبانيا هي منطقة مدريد يعني مدريد العاصمة الإسبانية تعتبرها ألمانيا منطقة موبوءة أيضا منطقة بالألمانية اسمها باسكن لاند منطقة الباسكن لاند أصبحت تعتبر أيضا منطقة موبوءة منطقة بارشلونة وكتالونيا تعتبر أيضا منطقة موبوءة الآن بدأت أيضا تقرق الألمان شيئا ما جزر مثلا مايوركا إلى آخره لأنه هي أيضا بدأت تنتشر فيها الحالات أصدقائي سوف نمر الآن إلى موضوع تتكلم عنه الصحافة الألمانية حول الشباب في ألمانيا عدد الشباب في ألمانيا يتقلص من سنة إلى سنة في ألمانيا يوجد 83 مليون نسمة لكن الشباب فقط 8.5 مليون نسمة يعني الشباب في ألمانيا هم فقط 10.3% من عدد السكان هناك نقص حد في نسبة الشباب الشباب يعتبرهم من ولدوا بداية من منتصف التسعينات أصدقائي يعتبرون شباب من ولد في التسعينات تمانينات سبعينات إلى آخره يعتبرون بالغين والبقية يعني ناس بالغة وما فوق ناس بالغة إذن الشباب في ألمانيا بدأ عددهم ينقص سوف نمر أصدقائي إلى موضوع أيضا تتكلم عنه الصحافة الألمانية يخص دولة ناميبيا دولة ناميبيا توجد في إفريقيا ودولة ناميبيا كانت مستعمارة ألمانية في زمن القيصر يعني في زمن القيصر الألماني زمن فيلهم داتسفايت فيلهم التاني هذا الأمر قبل الحرب العالمية الأولى المهم ناميبيا كانت مستعمارة ألمانية وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى يعني لم تعد مستعمارة ألمانية وأصبحت مستعمارة إنجليزية لكن هناك مفوضات بين ألمانيا الآن وبين ناميبيا من أجل تعويض ناميبيا على سنوات الاستعمار ألمانيا عرضت على ناميبيا 10 مليون يورو وبذلك يغلق هذا الملف بصفة نهائية لأن ناميبيا عانت آنذاك من الاستعمار الألماني عانت أيضا من أن المواطنين الناميبيين تعرضوا إلى العبودية تعرضوا إلى أخذ منازلهم أراضيهم ممتلكتهم تعرفون الاستعمار دائما شيء سيء المهم ألمانيا عرضت أن تعطي إلى ناميبيا 10 مليون يورو وتقفل هذه الصفحة ناميبيا رفضت هذا العرض وما زالت الآن المفاوضات مستمرة كيف أن ألمانيا يعني تعود ناميبيا على مسألة الاستعمار الذي كان قبل 100 سنة الآن سوف نتكلم أيضا على موضوع آخر وموضوع الغرامات الخاصة بالكمامة هناك مجموعة كبيرة من المقاطعة زادت الآن في 8 الغرامات أصدقائي يعني من لا يلبس كمامة في مقاطعة شمال راينفستفالن نغد غاينفستفالن أو من لا يلبس كمامة في مقاطعة ميكلنبورغ فوكمن التي توجد شمال شرق ألمانيا سوف يتعرض إلى دفع غرامة يعني من الآن دخل إلى قطار ولم يكن لابس كمامة سوف يتعرض إلى غرامة أصدقائي ممكن أن تصل إلى 150 يورو هذا بخصوص الكمامات بقي المقاطعة هناك مقاطعة ألمانية كثيرة كثيرة تفرض الغرامة على من لا يلبس الكمامة سنمر الآن أيضا إلى موضوع اللقاح الروسي ما زالت ألمانيا تنتقد هذا اللقاح والأيوم دخل على الخط المؤسسة الرسمية التابعة للحكومة الألمانية المكلفة باللقاحات وإعطاء التصاريح لللقاحات في ألمانيا مؤسسة باول إغليش إنستيتوت انتقدوا أيضا مجددا اللقاح الروسي قالوا بأن اللقاح الروسي متسرع للغاية خرج بسرعة تم الإعلان عليه بسرعة رغم أنه كان يجب أن يأخذ وقت كافي من التجارب قبل إعلانه كلقاح يعني يتم التصريح به وحضارت أيضا المؤسسة الألمانية قالوا بأن أوروبا يجب عليها أن لا تشتري ولا تقتني اللقاح الروسي ما رأيكم في هذا الأمر هل تظنون بأن هناك منافسة بين الدول لأنه لاحظنا بأن روسيا أعلنت على اللقاح جميع الدول انتقدت هل أيضا عندما تعلن أمريكا على اللقاح سوف تنتقدها جميع الدول عندما تعلن ألمانيا على أن وجدت اللقاح سنتنتقدها جميع الدول نلاحظ بأن هناك أيضا شيء من المنافسة أنا رأيي أي لقاح يحتاج إلى خمس سنين أو عشر سنين من الدراسة خصوصا الأمور الخاصة بالأعراض الجانبية التي لا يجب الاستهانة بها لأنه إذا لقاح كورونا إذا خرج الآن حتى بعد سنة هو يعتبر شيء عالمي جديد يعني متسرع رغم ذلك متسرع لأنه لا ننسى الأعراض الجانبية التي تظهر نعرف بأنه إذا لقح الشخص بعد سنة سنتين ثلاث سنوات لا يكون شيء لكن ممكن أنه بعد خمس سنوات هذا اللقاح يتسبب مثلا في ظهور مرض سرطان في ظهور أمراض خطيرة أو في أن الواحد لا يستطيع الإنجاب إلى أخره فهناك يعني اللقاح جيد جدا لكن يجب دراسة وعدم التصرع أصدقائي لأنه هنا حياة الناس مهمة آخر خبر أصدقائي تتكلم عنه الصحفة الألمانية هو أنه رئيس حزب الليبيرال الألماني FDP طالب وقال ألمانيا يجب أن تعطي حق اللجوء للمعارضين السياسيين في دولة روسيا البيضاء نعرف بأنه روسيا البيضاء كانت فيها انتخابات وفاز بها مجددا الدكتاتور لوكاشينكو الذي يحكم بقبض من حديد منذ التسعينات البلاد ويعني رغم أنه المعطايات والشعب أصلا صوت على منافسته السيدة تيشانوفسكايا يعني السيدة تيشانوفسكايا صوت عليها الشعب لكن الدكتاتور تعرفون تزوير الانتخابات إلى أخره خسرت زوجها هو الذي كان سوف يكون مرشح أدخلوا إلى السيجن هي ترشحت بدل زوجها الآن خسرها وخرجت مظاهرات شعبية كبيرة في روسيا البيضاء تطالب بتنحي الدكتاتور لكن هو يضرب بيد من حديد ضد شعبه وهددها أيضا هي حاولت الهروب والآن ألمانيا والمعارضة في ألمانيا يطالبون بأن المعارضين السياسيين في روسيا البيضاء يحق لهم أن يحصلوا على لجوء في ألمانيا الحكومة الألمانية لحد الساعة ننتظر ماذا سوف يعني كيف سيكون رأيها في هذا الموضوع شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء